حبا بكم معي على قناة سعاد تيفي من جديد كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وكنتمنى دائما فيديوهاتي يلقوكم في كامل الصحة والعافية إن شاء الله يوم إن شاء الله غدي نقدم لكم هالتحرية كجي رائعة جدا طبقات زوينة لديدة إن شاء الله هالتطبقة غدتكون طبقة بكاراميل وطبقة بالشوكولة تمنى من كل قلبي تتبعوها معي وتنال إعجابكم فبسم الله وعلى بركة الله غدي نحتاجو كطبقة أولى غدي نحتاجو بكية ديال البيسكوي تستعملوا أي نوع ديال البيسكوي متوفر عندكم مش بالضرورة هاد النوع هادا أي نوع عندكم غدي توضعوه بالنسبة للطبقة غدي توضعو البسكوي إلى حسب السمك ديال الطبقة اللي بغيته أنا هنا في الأول وضعت بكية وزدتها كوحدة ديال الحبات هاد البيسكوي غدي نحاول نقسمه بيديا وبالنسبة للبيسكوي كيبقى اختياري ممكن توضعو البسكوي كما يمكن لكم ديروا طبقة الكيك أو لأي حاجة كتفضلتكم كطبقة أولى ولا تستغنوا تماما على البسكوي وتوضعو غير هكا الطبقة ديال الكراميل والشوكولة غدي نحاولو إما تدقوه مزيان مزيان هاد البيسكوي ولا تطحنوه في ألة كهربائية أنا غدي نطحنو باش نطلق راسي داغية بالنسبة للبيسكوي اللي بغيتو بغيتو يبقى لكم هكا الطريفات ولا اللي بغيتو طحنوه بالنسبة أنا غدي نطحنو ممكن غير هكا الدقوه الدقوه مزيان مزيان أيضا غدي تحصلو على واحد البسكوي مطحن مزيان غدي نستمر أنا حتى نطح البسكوي كامل بعد ما كنطحن البسكوي ديالي كنحصلو عليه بهات الشكل يعني مطحن تماما غدي نضف عليه واحد الكيس ديال الكاكاو المر كي بقى اختياري ماشي ضروري غير هكا اللي كتبغي لنك هاد الشوكولة نضيف هكا واحد الكيس كيعطي واحد المعدة قزوين مع هاد النوع ديال البيسكوي ماشي ضروري واذا كنتو كتبغي لشوكولة فممكن تزيدو في الكمية غدي نضيف الزبدة في الأول غدي نضيف هكا معلقة كبيرة وغدي نبدأ نجمع 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 أنا كنضيف القيس اللي غدي تهزنة الزبدة تقريبا نجو جمع على كبارين تقريبا هكاك واحد خمسين غرام ديال الزبدة غادي نبقى ندخلها في البيسكوي ديالي بالنسبة تخدموا بيديكم أو لا تخدموا هكا شي حاجة تخلط ليكم الزبدة ما كنضيفوها ش دفعة وحيدة كنعملو شوية ونبقى نخلطو بعد نضيفو شوية باش ما نكتروش الزبدة بالنسبة أنا عملت الزبدة الخاصة بالدهن إذا كنت عندكم الزبدة بمارغارين دوبوها كنحصلو على البيسكوي ديالنبهات الشكل يعني إذا جمعنا عليه يدينا كيتشكل لنا يعني كي نساجم مع بعضو غادي ناخد المول ديالي السمك ديالو 27 سنتيم غادي نحاول نديرها كوحد طبقة ديال البيسكوي السمك ديالها بالقياس اللي بغيتو ترقو أو لا تغلضو أنا غادي نحاول نجيبها كطبقة رقيقة باش تقطني الكيمية ديال البيسكوي بالنسبة وحد سليفة عندي تمامة على جنب كنت نقصت شي شوية ديال البيسكوي كنت بانت لي بحل كيمية شوية كتيرة ولكن في الآخر زدتها باش قداتني من بعد ما لبست القاع ديال المول غادي هاك أنا بداك نحط شوية ولبس مع الجنب بالنسبة هنا مع الجنب بغيتو تلبسو لبسو ما بغيتوش ماشي مشكل هو فقط كيعطيها كوحد لما يضار من زيمن وكتجي بحل شي طارد كتجي رائعة جدا كتضغطو مزيان مزيان بيديكم باش هكا تشكل لكم هكا واحد طباقة من بعد كنحيد البقايا اللي كتطلع ليا الفوق فوق الحاشية ديال المول باش تبقى لي طبقة ديالي متساوية غادي نحاول نزيد نقض هاد البيسكويت اللي قطعتها كامل الجوانب الفوق كنقض بيدي يمسيان بنسبة البيسكويت ديالنك تتحكمو فيه كيف بغيتو ومن بعد ما كنلبس المول ديالي كيصبح بهات الشكل اخوات اللي غادي سولوني واش نديرو ضروري المول تزاج لا اي مول عندكم اما ديال الساج ولا ديال حديد دائري ولا مربع اللي متوفر عندكم ديرو فيه ندخل المول ديالي لتلاجة وغادي ندوزوا معا بعد ان شاء الله نحضروا الطبقة الاولى غادي نديروها بالحليب المجفف غادي نوضع نصف لتر ديال الماء نسبة نصف لتر هي خمسمائة ميلي لتر غادي نوضع جوج معالاق كبار ديالنيدو او لحليب بودرة هاكا عملت تقريبا هاكا جوج معالاق حتى المعي القاونس غادي نخلطو مع الحليب مزيان بيش يوضح لكم يعني كان حصلو على تماما الحليب اللي كان عملو دائما في التحليات اذا متوفر عندكم الحليب يعني الحليب العادي عملوه اي نوع ديال الحليب متوفر عندكم عملوه اللي ما عندهاش الحليب كتوفر على الحليب بودرة فغادي تخدم به به ها الطريقة هادي وكتحصلو على نتيجة مرضية الحليب ديالي غادي نوضع جوج معالاق ديال النشا بالنسبة للنشا ممكن تعاوضوها بالكريم باتي سير اللي متوفر عندكم عملوه غادي نضيف جوج معلقة ديال السكر مع مريش حلوة كتبقى حسب الدوق ديالكم حسب الرغبة ديالكم غادي نوضع كيس ديال فاني كيبقى اختياري ماشي ضروري بنسبة لهذا الكيس 7.5 غرام غادي نخلط بشكل جيد ثم غادي نضيف كيس ديال فلان او لفلون كراميل بالنسبة اللي مكي توفرش عندها الفلان فغادي تحضر كريم كراميل يعني بالسكر غادي تخليه حتى يولي كراميل واضيف عليه باقي المكونات اللي تكون خلطاتهم من قبل فالفلون ديال كراميل اللي استعملت هو هذا يعني كراميل غادي نخلط بشكل جيد وغادي نضيف شوية ديال قهوة سريعة الدوابان كتبقى اختيارية بالنسبة للفاني القهوة سريعة الدوابان كيبقى اختياريين فقط هكا كانا كهو صافي غادي نخلط بشكل جيد على نار مهيلة نحاولو ما نوقفوش الى التحريك باش ما تكون ليناش واحد طبقة في الاسفل من بعد ما غادي عقد لي الخليط ديالي نحايدو من فوق النار غادي نوضع عليه واحد الياغورت ديال كراميل غادي نصب هكا هاد الخليط ديالي ديال كراميل فوق البيسكويت بهات الشكل مباشرة من بعد ما كنحايدو من فوق النار بهات الشكل كنساويه غادي نخليها على جانب تبريد اما خرج تلاجة ولا فتلاجة وغادي نحضر ان شاء الله طبقة اخرى ديال الشوكولة طبقة الشوكولة ايضا استعملت الماء استعملت 600 ميليليلتر يعني كتار من الكمية الاولى بواحد شوية وضعت نصف هكا راس ملعقة من قهوة سريعة دوابان وضعت معلقة ونوس ديال النيدو حليب بودرة وضعت جوج معلقة ديال السكر و غادي نوضعت جوج معلقة ديال الناشا بالنسبة لسكر حلاهшеها wanted الواقع حسب الرغبة ديالكم هنا وضعت جوج معلقة الاحسب الشوكولة المرة اللي غادي نضيفه غادي تعطينا واحد اللي existed ماهدك قاسح شي شوية غادي نوضع فلان ديال الشوكولا ولا فلان ديال الشوكولا بالنسبة انة كنسيegt بلنسبة من اكو نستعمل معاكم الغير الصغير الي الثمانة دياله درهام هو نصف غادي نوضع واحد الكيس دي البودرة الكاكا كتبقى اختيارية اما تعملوها ولا تستغنو عليها ولا تعاودوها بالكاوبيل بمع القاديل الكاوبيل غادي نخلط بشكل جيد حتى ما يبقى وناش الحبيبات في الخالد دينا وغادي نوضعهم على نار مهيلة وغادي نبقى بالتحريك المستمر بهذا الشكل حتى ينسجمونا المكونات ان شاء الله ويعقدونا من بعد ما كنحصلو على الكريمة دينا بهذا الشكل يعني كتاقد هادي نضيف جوج قطاع دي الشوكولة كيبقوا اختياريين يعني فقط كيعطيونا واحد القاوة مزوين لهذا الكريمة كيخليوها شي تقسح اما تعملو الشوكولة هاكا طرفة دي اي نوع دي الشوكولة عندكم او لسعملو دانون او لياغورت دي الشوكولة او لدي الكراميل من بعد ما كتاقد يعني تماما طبقة الاولى عاد كنوضعوها هاد طبقة شوكولة طيب ونصبوها فوق طبقة الاولى يعني الطبقة الاولى سكن شبرات راسها باش هاكم يتخلطوا ناشي الطبقة مع بعضهم هاد طبقة دي الشوكولة وولا دي الكراميل كيجيو رائع جدا 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 انقدت ها الطبقة هادي وزيان دي الشوكولة غادي ندخل المول دي للتلاجة باش تعقد لي وتبرد لي ان شاء الله وندوزو مع بعض نديرو هاكا واحد تزيين بسيط ونقدمو تحليه دينا بالنسبة لها الطبقة دي الشوكولة يعني هاكا جاتني متساوية فقط قياسات اللي عطيتكم يعني جاني القياس وهدك دي الكريمة مع السمك دي المول من بعد ما كتبرد بشكل تام غادي نزينوها ان شاء الله تزين جيد 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 باسط يمكن لكم تقدموها هكا كما يمكن لكم تزينوها فهنا اخذيت الكاكا والحلو او للكوبيل غادي ناخد منو واحد شوية غادي ندردرو هاكا فوق السطح ديال ها التحليه ديالنا هادي الكوبيل ما غاديش يبقى باين ولكنك يعطي واحد واحد طبقة زوينة غادي ندير هاكا بعض الحبيبات في الواسط وغادي نقصن معاكم ان شاء الله التحليه ديالنا او الترطة ديالنا كتتقسم بكل سهولة ما تخافوش نهائيا الى البيسكوي شاد راسو مزيان مزيان غير هاكا مع المهل غادي تحيدو بشوية هادي تهزوها وهذا الشكل ديال الحلوة ديالنا من الواسط كي جيوا الطبقات رائعين مقادين كنتمنى تكون واضحة لكم في الصورة البيسكوي اللي كيكون مع الحاشية فاكي بقى هاكك وخات قطعوا الطريفة ديالكم تحطوهم مقطعين كي بقوا شاد ديال راسهم التحلية ديالنا كتتكلب بكل سهولة يعني كتتقطع بكل سهولة طبقة ديال البيسكوي كتجي مرقيقة مغلدة كتجي فيها واحد النوع من القرمجة واحد لده عجيبة كتنساجم مزيان مزيان مع الكراميل ومع الشوكولة كنتمنى ان شاء الله هالتحلياتكم عجباتكم ان شاء الله صالحة لكل اوقات لكل مناسبات كنتمنى دائما نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم كنتمنى لكم دائما دائما دوام الصحة والعافية استودعكم الله دمتم في رعاية